مع إياد دهماني نأخذوا مثلاً نسبة النمو بالنسبة العام 2023 ككل نسبة النمو كانت 0.4% فقط صرتوا أنه المؤشر الخائب هو أنه زوز الثلاثيات متتالية معناتها الثلاثي الثلاثي الرابع كانت نسبة النمو فيهم سلبية مقارنة بنفس الثلاثيات من عام 2022 وهذا كان عنده تأثير على نسبة البطالة اللي ارتفعت بـ 1.2 نقطة مقارنة معانتها بنفس الثلاثية من عام 2022 من اللي كنا 15.2 نسبة البطالة في الثلاثي الرابع 22 الثلاثي الرابع 23 ولا 16.4% بيصور فما جانب يجاب يزيد نحكيوا عليه اللي هو تراجع نسبة البطالة عند حاملي الشهائد ولكن كناخذوا لشيفر جلوبال فإنه فما معانتها ارتفاع بـ 1.2% في نسبة البطالة اللي هو معانتها مؤشر سلبي واللي راهوا يتفهم في علاقة بالمؤشر متاع النسبة النمو كنشوفوا احنا انه نسبة النمو معانتها ضعيفة بـ 0.4% كنشوفوا اللي هي سلبية في الثلاثي الرابع نفهموا انه طبيعي بش يكون عنده تأثير على نسبة البطالة بكل بساطة بش تحقق معاش مئة ألف موطن شغل يجب انك تحقق نسبة نمو بنقطة يدغلي هو احنا ممسيقين موين ولا تقدير انه نذكر كان الرقم هو انه واحد بالمئة نسبة نمو يعطي بين 16.000 و 18.000 موطن شغل جديد دونك تبي ماجين انتي 0.4% دونك شوية بالكل هنا خلي نفهموا علاش تراجع نسبة النمو فما مؤشر مهم وحده مايفسرش ولكنه مهم اللي هو الموسم الفلاحي الضعيف نظرا لحالة الجفاف اللي عرفناها عام ناول واللي كنشوفه مثلا نلقاو انه نسبة النمو متاع القطاع الفلاحة بمواء انسفورج دونك إلا 11.2 دونك مايفسرش نسبة النمو ضعيفة وحده ولكنه يأثر كيف نعرف واحنا اللي قطاع الفلاحة عاددا يمثل 11-12% من الاقتصاد متاعنا السؤال هو ما نقعدوش بايا قلنا الارقام سلبية ولكن المهم هو انه ننظروا كيفاش مش نتجاوزوا هذا قبل ما ننظر كيفاش نتجاوزوا هذه ارقام الثلاثي الرابع من 2023 2023 هل نتوقع تحسن في الثلاثي الأول من 2024 ما نعرش هذا ما فماش اليوم معطيان هو الأرجح اليوم كنشوف الوضعية ما وسمعني شو إياه ما كان الارقام واضح له موسم سياحي فماش سياحة سياحة شنو هل عنا فلاح على البريود هذا 3 شهر لولا نين لا ما شي يتأث ولكن عنا ديما في الساعات في البريودية فما الأرقام تصدير زيت فما تصدير الدجلة فما نوع من الحركة سيكون رقم على ما هو عليه ولا يش يكون فما تغيير كبير على خاطر يجب نفهم أنه نسب النمو منين جي جي يما عندك ثروات استخرجتها مثلا نقول تونس بش زيد في إنتاجها من نفط بنسبة الفوسفات سيتري كومبليكي بش رجعوا الماكينة دور مش فلسة ننزلوا عليها بش يرجع للمستويات الكبيرة دونك هذك عليش موضوع الاستقرار والحل معناتها اللي يلزم نخمو فيه راهو أحنا ديما وللأسف حتى راهو يمكن حتى احنا لهنا عمين عادة نحكيو في الاقتصاد نحكيو عالمالية العمومية ميزانية الدولة قداش دخلت الدولة قداش يزمها تتسلف ولكن في الحقيقة ما هوش هذك هو الاقتصاد الحقيقي الاقتصاد الحقيقي هو اللي تنجو المعامل اللي تنجو الفلاحة هو الشرحة هي الشركات هي الخدمات هي التجارة بين الناس هذا هو الاقتصاد هذي نحاول بقلوب الدرجة اليوم معتها هل اليوم تونس في مرحلة نتعايزم الشركات تسترجع العافية متاحة. يزم نشجع أنه نعملوا شركات تساعدجها أصلا. يزم نشجعوا ليجون أنه يعملوا دي ستارتوب. يزم نشجعوا الشركة أنه ما تتقلوا هاش بالشركة تنجم تخدم. خطر كالشركة تخدم را يتخلص ويتخلص الدولة الداخل الفلوس. هل يلزم اليوم مثلا نوفره لبعض الشركات الكبرى الموجودة اليوم في تونس المواد الأساسية زادة بش نجم تخدم. بش نجم تقدر. را كل حاجة تقطع را وراها يتأثر السيركوي كامل. مع تهل اليوم هاذا ريال موالي ينجم يعاون الدولة؟ شوف. ثم حاجة اللي هي عندها تأثير على نسبة النمو وعلى الثروة اللي تخلقها للبلاد. كأي حاجة. هي الاستثمار. شركة بش تكبر. راهي تستثمر. مؤسسة صغيرة بش تولي مؤسسة كبيرة تستثمر. بلاد زادة كيف كيف. بش يتحرك اقتصادها يلزم يكون فما استثمار. الاستثمار أولا من المهم بالنسبة لنا يكون فما استثمار خارجي عليش خطر الاستثمار هذك يجي بالعملة الصعبة يعاونها في الاحتياط وفي سعر الدينار. ولكن قلتها ونعرضوها لا. من الاستثمار الأجنب يراه ما يجيك إلا ما يشوف فما استثمار داخلي. را وحط روحك في بلاسة أي مستثمر في أي بلاسة في العالم يجي أول رقم يشوفه يشوف التوينسة يستثمره أو لم يستثمروش كان التوينسي ما يستثمرش يقول كان هو اللي عايش في البلاد وولاده في البلاد هذيك وفلوسه في البلاد هذيك ما استثمرش. بش نجي أنا من آخر الدنيا نستثمر. دوك أهم حاجة هي الاستثمار الداخلي قبل كل شيء. الاستثمار الداخلي يمشي من الكلام اللي قلته صحيح تماما يمشي من الشباب اللي ينشجعوا بش ياخذ الريسك ويحل المشروع وينجم يمشي ما يمشيش. ولكن هاك الاستثمار هذك راوي حركة دولب يمشي من انوك الشركة المتوسطة وصغيرة معناتها ندفعها باش انها تعمل الكروسانس متاعها وتعمل الاكسبانسيون متاعها وتستثمر وتاخذ الريسك باش تكبر. الشركة الكبيرة يمع ييد العوام الأخرى والشركات بعض كورونا وبعض المشاكل الكبيرة الاقتصادية اللي عيشها العالم كله وسبسيال مونتونس مع تعدد شركات اللي أغلق أكثر ملي حل رابع. اكزاكتو مو. ذاك هو نشوفه فيه رابع حتى في الأرقام تعناوية الاستثمار تونار نرجع ونحكيه عليهم رايزة دا كيفكي فيه تراجع عليش على خاطر أولا فما المخاوف فما معطى الثيقة رايو الثيقة هي أهم معطى في الاقتصاد قبل الباقي كل. السؤال اللي يتطرح على السياسيين وعلى أي مجتمع ككل هو كيفاش راجعوا الثيقة باش الناس تستثمر قتلك أنا معانتها كيفاش معانتها أصحاب المشاريع ندفعوهم باش يعملوا مشاريع عليجون. كيفاش المؤسس صغيرة المؤسسات الكبيرة وإلا حتى اللي جرون جروب انه كيفاش ديفيرسي فيه انه يمشيوا المجالات أخرى ويستثمروا راهوا الاستثمار هذك كي الدور راهوا أولا باش يخلق مواطن شغل باش يخلق موارد جبائية للدولة باش يشجع المستثمر الأجنبي انه يجي لتونس ويستثمر وقتها باش يكون فما نمو وكي يكون فما نمو يكون فما تشغيل يصرتو باش تتوفر موارد للدولة باش تقوم بالدور الاجتماعي متاعها كسسوا في الدعم كسوا في الخدمات الصحية في البنية التحتية في الانفراستركتور دونك الموضوع الكلو شفت المشاكل الكل كي لخصوها ديما نرجعو انه يلزم نرقاو حل باش يكون فما استثمار واحنا حكينا برشمارات قبل لمين انه باش تونس تولي كيما دول مثلا تعمل قفزة كيما عملتها البرتوغال ولا كيما عملتها كوريا جنوبية دون لزانيس وسانت راهوا يلزمنا معنى ارقام تاكرويسانس مش بتاع صفر فاصل ولا واحد ولا اثنين ولا حتى ثلاثة يلزمنا ارقام تقرب لعشرة بالمية هذي كيفاش نوصلولو ما فماش دي سوليوسيون ميراكل معنىتها فم كان الاستثمار والتشجيع على الاستثمار واضح حياتك صحة ايه تباركة لو فيك شوية اشتركوا في القناة